السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلبة والطالبات وحلقة جديدة في مادة علم الاجتماع في البداية أرحب بصديك أستاذ أيمن صبري أستاذ المادة بوزارة تربية التعليم زكا أستاذ أيمن تستمر أهلا بكم وكل أعزائنا الطلب أهلا بحضرتكم بعد الفصل الطويل شوية إن شاء الله شبابنا هنستكمل حلقة النهاردة بإذن الله الموضوع التالت أو الوحدة التالتة في علم الاجتماع طبعا بيتكلم على قضايا مهمة بتهم الإنسان والفرد والمجتمعات يا أستاذ أيمن عندنا في بعض الموضوعات الوعي الاجتماعي وهنبدأ بيه النهاردة إن شاء الله مشكلة تبدل القيام نحاول ناخدها بعد الوعي بإذن الله عندنا مشكلة أسماء البطالة مشكلة أسماء الانحراف ويعتبر نموذج لها اللي هو الإدمان دي موضوعات الوحدة التالت طبعا في غاية الأهمية الشباب بتمس بلدنا وبتمس العالم كله إحنا في أشد الحاجة لمعرفة أسباب هذه المشكلات وإيه هي خطرتها وإعلاجها بحيث نقدر نتصدى لها بإذن الله سيد سامري أنا نقول هنا النهاردة بإذن الله علم الاجتماع يقددنا بقى حلول إلى حد ما تعالج كثير من المشكلات في المجتمع إن علم الاجتماع أنا شايف إنه حقه مهضوم في مجتمعاتنا العربية علم الاجتماع في المجتمعات العربية علم له مجاله علم بينقل المجتمع من مجتمع به بعض المشكلات إلى المجتمع يبتعد كثيرا عن المشكلات علم الاجتماع أو علم الاجتماع مش إنسان معا عصة صحرية بيحل بقى المشكلات لا بيدرس المشكلات الاجتماعية بشكل علمي بشكل واقعي ثم في النهاية بيقدم حلول مقترحة المسؤولين على المسؤولين أن يأخذوا بها في علم الاجتماع علمه مهم جدا بيعالي كثير من المشكلات السلبية وأيضا هناك بقى قضايا إيجابية بيحاول يدعمها أو بيحاول ينميها ده مهم تعلم الاجتماع في البداية أستاذ أيمن أتمنى الطلبة يتبقى مركزة معنا إن شاء الله أتمنى أولياء الأمور يبقوا قاعدين معنا أتمنى الإعلاميين يتفرجوا علينا في الحلقة دي أتمنى الناس اللي شغالين في مجال التربية والتعليم كقاضة أو إداريين يتفرجوا علينا نتمنى الناس اللي في المنظمات السياسية والمعنية يتفرجوا علينا والطالب هنقوله إزاي تصقف نفسك لأن ده هيبقى المحور ولب الحلقة بتاعت النهار ده إن شاء الله إزاي مصادر الوعي الاجتماعي طيب نبدأ في البداية أستاذ أيمن مقدمة عن الوعي الاجتماعي متفقين وكلمة ما اختلفناش عليها من أول سنة بناخدها الإنسان كائن اجتماعي الإنسان لا يعيش بمفرده خدنا في التفاعل خدنا في العلاقات وخدنا في العمليات الاجتماعية خدنا في التعاون قلنا الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يبقى الإنسان ما يعيش منعزل عن الآخرين بل فيه علاقات وروابط بينه وبين الآخرين الإنسان لا يحقق مصالحه الفردية فقط أو مصالحته الشخصية فقط بل يوازن بين مصالحه ومصالح الآخرين في المجتمع يعني أنا مش بسس لمصلحتي بس لا ده أنا بسس لمصلحتي ومصلحتي الطالب أستاذ أيمن معي يشارك ويندمج مع مجتمعه بإيجابية إيجابية يعني بيبقى ليه دور إزاي شارك أستاذ أيمن إزاي ساعده إزاي أنا وهو نطلع الحلقة دي في أفضل صورة ممكنة مع الناس متعونين معنا في القناة عشان نوصل للطالب المعلومة اللي هو محتاجها إذن يبقى الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي طيب ما ننساش يختلف في الأفضل إنت بتقول الإنسان بيشارك ويندمج الاندماج بتاع الفرد ده مع الناحية الاجتماعية بيختلف من فرد الآخر يا أستاذ أيمن فيه واحد بيندمج مع المجتمع كويس وفيه واحد ما بيندمجش الناس نوعين القاعدة العامة وغالبيت الناس في المجتمع بيندمج في الحياة الاجتماعية ويشارك بإيجابية بيعرف إلي لي وإلي عليه بيعمل الحاجة الصح بيساعد اللي حواليه وهناك أقل لو أقل منهم بعض الناس لا يشارك في الحياة الاجتماعية اندمجه ضعيف ما بيشاركش في إيجابية أنا مالي مالي الجعوى يعملوا اللي هم عايزينه أنا مش فرق معايا أقولك ده بيؤدي الحاجة اسمال عن المشاركة الاجتماعية. وده يؤدي الحاجة اسمها الاختراب. ولكن موضوع الاختراب اللي هو البعد عن الناس ورفض المشاركة ذا مش مكرر علينا السنة دي. احنا عندنا الوعي. يبقى نلخص نعينة ايما ما يشارك بالمجتمع باجابية بيقول علي له ده واعي. او يبتد عن الناس وينعزل ولديه حاجة اسمها اختراب. واغتراب غير الغربة. الغربة سفر خارج الوطن. اما الاختراب اس اهلي وناسي بس رفد التعامل معهم الموضوع ده كان موضوع كبير ولكن مش مقرر علينا السنة دي هنتفه بالوعي بإذن الله هو الوعي الاجتماعي المفترض بيكون عليه غالبية أفراد المجتمع لا نجد لا نجد مجتمع به وعي اجتماعي وقل المجتمع ده هو متأخر لا المجتمع الذي لديه لأفراده معظم أفراده اغتراب هذا مجتمع متأخر أما المجتمع الذي لديه وعيا اجتماعيا هذا مجتمع متقدم نتمنى ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الأفراد لديهم وعيا بمشاكل مجتمعي لكن أنت قلت حضرتك بإيه؟ أن لازم أجد النوعين موجودين في المجتمع سواء إنسان مغترب أحيانا أو ممكن يكون إنسان عايش في المجتمع وأصبح عنده وعي بمشاكل مجتمع طيب عندنا أهمية أستاذ أيمن لدراسة الوعي الاجتماعي أنت بتدرس الوعي الاجتماعي ليه أهميته إيه؟ قالك أنا بحاول أحاق أهدافي بأساليب وطرق مشروعة تتطفق مع الجماعة أصلاً لو وعي هبقى فاهم هعرف إزاي أحاق أهدافي بس بالأساليب اللي تتطفق مع قيم المجتمع اللي أنا فيه أنا عايز أنجح ده هدف من أهدافي بس أنجح إزاي؟ لازم أذاكر لازم أتعب عشان أخش الامتحان أعرف أجاوب مش لازم أغش مش لازم أعمل أي أساليب بقى غير شرعية إذن يبقى أنت أنا عايز أكسب فلوس إزاي تعمل مشروع إزاي تكتقد فيه عشان تكسب منه ومكسب كويس من حلال إذن يبقى أنتهت من خلال الوعي يستطيع الإنسان يحقق أهدافه بأساليب وطرق مشروعة تتطفق مع قيم الجماعة اللي هو فيها اتنين يعكس أفكار الفرد وتصوراته إنت الفكرة اللي عندك وتصوراتك جاية نتيجة وعيك أستاذ أيمان بيتكلمني في أي موضوع شوف كلام أستاذ أيمان وفكره إيه أشوف هو عنده وعي بالموضوع ده رام بارح ماتشي مش عارف أهلي وزمالك ماشي فيه فريق كسب وفريق خسر واحد يقولك لا أشجع فريق على الحاجة طب نطلع فاصل طبق أستاذ أيمان ونرجع بعد الفاصل وأذان المغرب طب إحنا كنا بنستكمل أستاذ أيمان أهمية دراسة الوعي الاجتماعي قلنا لما أنت حرك بتبقى عندك وعي تستطيع أن تحقق أهدافك بترك وأساليب مشروع تطافك مع قيم الجماعة قلنا لما بيبقى حرك عندك وعي بيعكس أفكارك وتصوراتك أنت عندك فكرة إيه عن الموضوع ده مدقمة وعيك لازم ننزل للواقع أستاذ أيمان إحنا جزء من المجتمع ولينا رسالة لازم نقديها إحنا شايفين بعض الأحداث في بلدنا لازم نتابع لأن إحنا بنتكلم على الوعي وبنكلم شبابنا ومرحلة السنوية العامة هي مرحلة الشباب قلب المجتمع لما ألاقي فيه رياضة عندي أهلي وعندي زمالك مفروضا لأنه عندي وعي أستاذ أيمان أنا بشجع دوت لمجرد التشجيع فقط لغير أنا بمارس رياضة الرياضة دي ممكن تكسبني بعض الخبرات ممكن أتعرف على بعض الأصدقاء نعمل بعض المشاركات الاجتماعية الجيدة عشان نروح أشجع مش ألاقي واحد يقولي ده لو الأهل بيلعب إسرائيل هشجع إسرائيل ولا الزمالك لو بيلعب إسرائيل هشجع طب وبعدين ما لازم الرياضة فيها مكسب وفيها خسارة أنت عندك إيه فكرتك إيه في الرياضة إذا نبقى شوف أنت عندك وعي ولا يعني أصبح هنا الأفكار بتضل على الإنسان عنده وعي ولا ما عندهش وعي طيب أسأذيناك ناخد أحمد من مينيا عشان إيه ما كاملاش معنا سلام عليكم إزاك يا أحمد إزاك يا أحمد طيب نكمل السؤال اللي أنت كنت عايزه يا أحمد أأوة جيك مينة ليه عن السؤال طيب بص يا أحمد إحنا اتفقنا لو أنت سؤال كنت بتقول عقب على النظريات صح أه تمام عندنا حلين يا أحمد ممكن عقب قول أتطافك مع نظريات كذا أي إن كان النظريات اللي هيديه لك سواء أيزنج أو كريتشيمر أو التحليل النفسي بتاعت فرويد أتطافك مع نظريات لأنها وشح النظريات يبقى كده أنت رأيك بتتطافك معها وشرحتها تفقنا ممكن تقول رأيي تاني لا أتطافك مع هذه النظريات أنت أصل هو بيقولك عقب وجهة نظريات قول وجهة نظريات لا أتطافك مع نظريات كذا وتدي أسباب مقبولة من وجهة نظريات كذا مالهاش قانون سابط دي يا أحمد بقى سوف أقدردك فيك من السؤال برضه اتفضل لأنه السؤال يعني مكون من كم نقصة كده اتبين المبدأ الذي تقوم عليه النظريات نظريات كريتشيمر وبين المبدأ برضه اللي تقوم عليه النظريات التعلم والاجتماعي لا خلي بدك عمل كده السؤال مش هيجيلك كده شكين يقولك علق مع المبدأ يعني ده يبقى تطويل أول بير شواء أه لا أول بير شواء أه لا أول بير أول أول أحمد بس بير بس برضه نجاوبك علي يا أحمد برضه عشان تبقى فهمه احنا قلنا كريتشيمر المبدأ اللي أنا عليه مش قلنا الألماط الجسمية اه تمام تمام وربط الجانب الجسمي بجانب أه يا أحمد الوجوديني لما قسم الناس تلقى تلبدين والنحيف والمتناسك أو الرياضي صح يبقى ده كان المبدأ بتعمين كريتشيمر أما المبدأ التعلم الاجتماعي دي ما كناش ناخده في الحلقة اللي هو بتاعت ألبرت بندورة الراجل ده ركز على الناحية الاجتماعية المحددات الاجتماعية هاي اللي بتكون شخصيتك ودي إن شاء الله ممكن ناخده في الحلقة الجاية نشراء الله في معدنا ممكن يومي السبت بإذن الله يا أحمد طب معاش فيه سؤال تاني اتفضل يا أحمد فيه سؤال صح وغلط مع التعليل كل شخصية تتسم بالتفرد الفردية والتفرد طيب عبارة عندنا طبعا صح طيب وستاذ أيمان هيجاوب أكوا طيب اتفضل بالك هنا يا أحمد هنا طيب العبارة عندي صحيحة ليه؟ عرفنا في تعريف الشخصية إن من ضمن سماتها إنها فردية وتفرد بمعنى إيه؟ ما فيش إنسان زي التاني طب ليه؟ لإني عندي المحددات الأربعة للشخصية استحال أجد إنسان نسخة من إنسان تاني ممكن أجد إنسان يتشابه معايا مثلا في الجانب الاجتماعي لحد ما أنا انبساطة وانبساطة في الجانب العقلي ممكن أكون أنا زكي وهو برضو نفس الزكاء لكن الأربعة عندي محددات الأربعة عندي واحدة استحالة بمعنى إيه؟ إحنا قلنا المحددات أو المكتل الشخصية أربعة محددات جانب اجتماعي وجسمي وعقلي وانفعالي هل في إنسان في الأربعة دول يحمل زي التاني؟ استحالة لكل شخصية فردية وتفرد دي قعد أساسية من يوم خلق سيدنا آدم ليوم القيامة استحالة وسستمر أجد إنسان زي التاني خالص مجرد شابه معاك في حاجة لكن كل أنا زيك؟ لا ده حتى التوقم يا أحمد التوقم اللي يقول عليه شابه بعضيهم ده في الجانب جسمي سستمر بس أما الجانب الثلاثة التانية لازم فيه اختلافات الشخصية فردية وتفرد معنا يا أحمد؟ لكل واحد سبب مختلف على التاني في حاجة في مثل كده بلد يا أحمد تعرفه سوعك من زي إيه؟ من زي بعضها تمام الله ينور عليك هل في عندك بصمتين زي بعض يا أحمد؟ لا بوعا استحالة صح؟ إذن يبقى مفيش شخصيتين كاملين زي بعض إذا كان البصمات اللي في إيدك إنت مش شبه بعضها يبقى استحالة أنا أبقى زي أحمد بالزبط أو زي أستاذ أيمان آه قد نتشابه في الصفات ونختلف في الصفات أخرى بس إنت عارف إنت الجملة لما واحد يقول لك إنت مفيش منك اتنين؟ قوله كلامي صح؟ كلامك صح؟ مفيش مني اتنين لإني مفيش اتنين زي بعض هل إنت شبه حد من صحابك مية في المية؟ لا طبعا استحالة في العالم كله ده إحنا حتى إحمد وصلنا في بصمة اسمها بصمة إيدي يا أستاذ أيمان يعني الصوابع في بصمة اسمها بصمة عين شبكية لأن الشبكيتنا مت زي بعض يا إحمد في بصمة اسمها الأزن برضو في بصمة صوت اللي هي الأحبال الصوتية وصلت أن هي في بصمة عرق حتى العرق البصمة مختلفة اللي هي النكهة أو الريحة بتاعة العرق سبحان الله يا إحمد مفيش اتنين زي بعض طبعا نشرة حدية اللي هي بعد التعريف ان هي كل شخصية بالتفرد كل واحد ليه طريقة في المش والكلام والحياة والمذاكرة والانفعالات تمام يا احمد؟ اه معنا عندك سؤالين تاني؟ اخر سؤالين بس اتفضل اتفضل يا اه اه تعبر شخصية الفرد عن سماته وخصائصه فرضو صح وغلط مع التعليم تعبر ايه؟ شخصية الفرد عن سماته وخصائصه اه اه او خصائصه تمام قولي سؤال اللي وراه على طول اه هو سؤال اللي وراه يعني لو الشخصية ذلك البناء الكل الفريد للسماتة يعني لو جاب التعريف بتاحها وجاب اللي وضح اهم سماته ذا التعريف وفيه سؤال تاني اللي هو حد اهم السماتة لتتصل بها الشخصية هو هو نفس السؤال ولا يعني نتغير طيب نبدأ نبدأ لس خطوة خطوة كده عشان ما تتوش مننا اول حاجة تعبر شخصية انفرد عن سماته وخصائص الشخصية صح ما الشخصية عمر عن صفاتك وسماتك انت زكي انت طويل انت اجتماعي انت انبساطي انت طوامش دي صفاتك يا احمد اه تمام وين دي شخصيتك الكلام ده نجيبه من النظريات بتاعت العماط الجسمية وكده يعني لا اوقف هنا وقف هنا وقف هنا هو تكلم على اسم علم يحمد او نظرية لا طبعا يعني جاب لك او فرويد او كده يبقى ما تكلمش عن نظريات ادم ما جابش عنوان نظرية ولا اسم العلم بتاحها ما تكلمش عليه يبقى خليني في الباب اللي هو من اوله اللي هو التعريف والشرح بتاع التعريف تمام تمام معاي يا احمد مع حضرتك ادم هو ما جاب لكش اسم علم او اسم نظرية يبقى ما بتكلمش عن نظريات بتكلم على شرح التعريف وفي نقطة في شرح التعريف احنا خدنا من التعريف كم حاجة يا احمد انت مذاكر شكلك يعني الحمد لله مذاكر معنا اول حاجة من التعريف خدناها ايه فردية اتنين التنظيم تكامل اربعة سمات الشخصية هي بقى عايزة حتة سمات الشخصية دي كل واحد فينا في مجموعة من السمات السمات دي بتبقى ثبتة لحد ما بتظهر في معظم المواقب فقط تتكرر على فترات طبعا ومش دايما على طول بتحصل هي مش طرقة هي مش مؤقتة يعني انت دايما اجتماعي معظم علاقاتك مع اصحابك بين اللي انت اجتماعي دي سمات شخصيتك يبقى اشرح النقطة دي النقطة التانية الشخصية البناء الكل اشرح هذه العبارة اشرح الاربع نقطة اللي احنا قلناهم طب وحدد اهم سمات اللي اتسم بها الشخصية نفس برضه نفس الكلام بس هيبقى السؤال اضكى حدد اهم سمات اللذي يتسم بها تعريف الشخصية التسم بها الشخصية ماشي ما انا بقولك الاصح المفروض يقولك تعريف الشخصية ولو قالك اهم سمات الشخصية احنا السمات دي كانت مشروحة السنة اللي فاتم بالتفصيل وملغية بالزلط الشيب يمكن السؤال بتاع احمد دي دايجوا مسلا من كتاب خارجي او حاجة او حاجة قديمة السمات كانت مشروح بالتفصيل السنة اللي فاتم فالسمات مش عندنا يا احمد السنة دي هي بس نظروا لها بس كده في الشخص حتى التعريف لكن السمات الجسمية والوجدانية وا 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 دي مش موجودة السنة دي يا احمد خلي بالك من الحتة دي ان في بعض الطالبين سستمر عندهم كتب ممكن خارجية السنة الماضية او حاجة او كتاب مسلا السنة اللي فاتت في مسلا بتاعنا ممكن تلاقي السؤال ده موجود mode بص يا احمد حل اسئلة من اي حتى واحنا ما فيش مشكلة ونقولك ازاي السؤال يجي وازاي السؤال ما يجيش وان شاء الله باذن الله يا احمد لما بيتابع معنا في المراجعات ان شاء الله اللي امتحان ما بيخرجش برا المراجعات بتاعمنا باذن الله سوا فى المراجعات بعد ما انخلص وسوا اخر الشرح واحنا بنحاول على قد ما نقدر بعد كل موضوع نخلصه لو ربنا قرم بنخلصه في الحلقة بناخد كل الاسئلة اللي ممكن عليه وستستمر برضو. ان شاء الله طبعا معنا ما تقلقش. اه. استمر برضو فين قطة اللحمة برضو نخلي بالك منها. من كل ازال انا اطلب. احنا عدنا فيه كتاب اسمه دليل طاقيم الطالب. ده من الكتب الجميلة جدا. اه. ليه? ليه? ممكن الطالب هنا يحل بيه. بالاضافة ليه كتاب المدرسة. عشان ممكن الطالب يقول لي او اساس ده انا وراء كل مسلا باب فيه مسلا خمس ستة اسئلة عشرة اسئلة بكتيره. انا عايز اسئلة اكتر. فعندنا الدليل هنا موجود. ممكن الطالب يطل عليه وايضا يحل اسئلة. تمام. معنا يا احمد? اه محبور ذكر. طيب. عندك اي اسفسار تاني يا احمد? لأ كنت ازارة بس الموعيد السبتة بتاعت العلم النفس. ان شاء الله يوم السبت الساعة اتنين زهرة ان شاء الله واحدة. الساعة واحدة. او الساعة واحدة. او الساعة واحدة الكنين. كل يوم سبت يا احمد في حلقة لينا. كل يوم سبت الساعة. النهاردة بس حلقة اضافية. لك احنا معدنا السابت وعلى فكرة كل المواد سابتة. فقراتنا مصر التعليمية. انا عايزة اسألك س مهم اللي احنا ناخد الوعي لاجتماع يا احمد? اه طبعا مهم. ليه? انت ليه الانسان يبقى واعي يا احمد? ليه عايز تبقى انت واعي? كواحد من الطلب او الشباب? عشان ده يفيدني يعني في حالة اليومية في التعامل مع الناس وكده يعني. تمام. ربنا وفاك يا احمد عندك اي اسفسار تاني ما يحتاجوا مننا? شكرا يا احمد. شكرا يا احمد شكرا تابعنا يا احمد. طيب زي ما احنا قلنا يا سيد ايمان. يبقى الوعي من اهمية درسه. بيعرفني الوسائل المشرو بيعكس افكارك والتصوراتك يخلي الشباب اللي احنا نفسنا يبقوا هما عماد الامة او المجتمع بيبقى قادر على التعامل مع المجتمع. بيخلي الافكار والتصورات دي بيتأثر على تفاعلاتك مع الاخرين. تمام. انت لو عندك فكرة بتشتغل بناءا عليه. انا لو عارف ان الرياضة دي مش حرب دي الرياضة دي وسيلة للترفيع عن النفس وفيها مكسب وفيها اخسارة. مش يروح اتخني معه استاذ ايمن واستاذ امن يتخني معي لما هو يكسب او انا اكسب. نا. هيبقى فيها الروح ال الرياضية اللي احنا بنقول عليه. يبقى ده هنا بقى فيه وعي هنا. عند وعي. اه بالزبط. الوعي هنا موجود. يبقى الوعي هنا بيخال الانسان بيعملش اللي ميوله فقط. لكن ايضا لازم ايضا يضع في ميول الاخرين موجودة. سلسان من الارضة بقول لنا بالنسبة الرياضة. كل الناس بيحبوا الرياضة. الرياضة عبارة عن ايه? بيقولوا الرياضة اخلاق. والرياضة فائز مهزون. جميل. طب دولة انا فريق اللي قدامي غلبنا. اتفضل. السلام عليكم مدام هن نعم. طب الخط الخاصة. نتمنى تشرفينها بالاتصال المرة تاني. اه. ساستمر كلنا بنكمل بنقول ان الرياضة هنا عبارة عن اخلاق. طب دلوقتي لما يكون فيه انسان اتهزم في ماتش. ايه المشكلة؟ ده الرياضة اخلاق. ده انا بتابع عشان طر فيه. مش ناحية بقى ان تاني يوم حزل بقى زميلي. وعده اقول له خلي بالك شوف تفرقك بيعمل ايه? لا الكلام ده مش موجود اصلا. ليه? انا عندي وعي. نارضة بكلم عن الوعي. اذا كنا بنقول مثالا الرياضة ده مثال صارخ لا ايه? لوجود الوعي او عدم وجود الوعي. يبقى الوعي هنا الاجتماعي بيمكن الشخص. بيخلي الانسان واعي بالاخرين من فعلاتهم. وكمان لا يسير وسط ميوله فقط. ولكن ايضا وفك ميول الاخرين. تماما. سلام عليكم. ده ماناء. اه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي صحيتك. ازاي صحيتك. ازاي صحيتك. ازاي خبرتك. انا انا ممكن افص ايديكم. لا العفو. العفو. احنا. اصلا بالله العظيم. انت. انت نعم من عند الله. والله فضلت اللي علينا كلنا. والله انا انا واشكولي اصف ايمن. وكل انا بص خلي بنتي كل ما تجي القناة. ما خلي بنتي بتشكركم واحد واحد. والله انا اضل يعني اكثر حاجة لين. بص حضرتك انا ما عايزك ببنتي واحدة. جابت واحد تسلائم سلمية ادمي. طالع الاولى عارض صدر. بصدر. سلمان شاء الله. والله. وكمان ايه ما حضرتكم شو ثلاث يعني حدث مواضي الادبين كل. يعني ده يساو والله صدرنا والله. بص حضرتك ما حدرش المواضي اللي عصمها ب المقعاد كده. لكن المواضي قدرها كلها حضرتها. دعبة ستين من ستين. والله يا استاذ ايمن يا ربي خليكم. انا كل ما اشوفكم حتى وبنت في الجامعة افضل سبق هنا كده. والله ده يعني افضل اه مكافألين والله. انا 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 صنع حضرتك استاذ ايمن دي كنز من عند الرب. كنز كنز كبير. الحمد لله. الحمد لله. والله ربنا يبارك لكم يخليكم. وابين الرفات ايمن اذكر والنبي الله يبارك لك يا سيء. ربنا يبارك لك الله يخلي. شكرا. 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 نلتبهم للطلبة والله علومة بالحاول. والله العظيم انتي بقدر لنهار. لينه اوله الله عظيم. وìخلكم ولادك ويسعدك ويهنيك. الله عزين. ويا رب يبول عمركم يا رب ويخلى الناسAD عدم youngsters يا رب العالمين. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ولا ديقن لك فريقة عمي برضي التامر معنا كنا ذا gir ب offerings معنا. لا مجموعة كاملة. دكتور حسنو. وعلى فكرة احنا اللي بنطلع على شاشة لكن ورا الشاشة دي. جيش في جيش. طبعا انا اشكر كل يعني مخرج وكل اللي عندكم اشكروا ما بص ايدهم كمان. الله العظيم انا انا جريسي صعبة. والله كنت صحي بنتي وما حدرتش بالنهارة اقول افسي يا ايمان افسي يا بنتي. اسهل قناة اهي. كنت انا اللي بسمحكم مش ايمان وباس. انا كنت بسمحكم مع ايمان. انا كنت بسمحكم مع بنتي. كل حلقة كنت مع ايمان. تفقوا شتا انتوا كنتوا كنتوا مشرفينة في بيوتنا والله يا اللي كنت اعم mehrere. والله سهدك والهنيسة يا رب العالمين. انا قلت ما عايش يعني كنت تدرس خصصية. ما كنت معي. وقلت يا ربي باركلي ومية سهيده مش عاجز اكسر معك ان الي يكشر عن الهوى ويسألوك كنت ما كابلحد اسمعوا التعليمية اسمعوا التعليمية. كل ما جاب الحاد زانا كل حد استوء والله يا رب كل ما يقول لحد اسمعوا التعليمية اسمعوا التعليمية. يعني دي ابดر دعاية والله للقناع الو كنا region النهاردة وانا بني وبنك ربنا. كل ما جاب الحد. عائلة اختي. ولكن ابني بنت اختي. مساء الله السلطة عدادي. سمحكم سمح كلامي وسمحكم. مساء الله عليه. جايب مساء الله درجات كميلة في الترمية الاول. ما شاء الله. اسمه يوسف. اسمه يوسف. والله العظيم يا مستر ايمان. يبارك لكم. يخليكم يسهلكم. الله يخليكم. شكر لحضراتكم. شكرا على اتصالك بصراحة. احنا 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 برضو عاجزين على الشكر عن المجاملة الحلوة دي. واحنا والله نتمنى والفريق العمل كله سواء المواد بتاعتنا او باقي المواد. احنا عايزين برضو نقول متذكر لكم حريكة يعني في فضل الله اسمه ايمان. يعني مدرسين مصر كلهم افاضل. ولكن المجموعة المتواجدة في جميع المواد يعني هنا ما شاء الله افاضل. وفعلا بيخدموا بميورد اللي. فنشكر حريكة على الاتصال ده. وربنا يبارك لفاولادك يا رب. طيب نخش يا اسمه ايمان تعريف الوعي بقى. احنا عملين قول الوعي مهم والوعي بيحاول يفرق معانا. طب ايه هو تعريف الوعي? الوعي ذات نفسه. تعالوا نعرف الوعي. الوعي. هو اتجاه عقلي. اتجاه عقلي. يمكن الفرد من ادراك ذاته والبيئة المحيطة. تاني يبقى كلمة الوعي الاجتماعي. اتجاه عقلي. يعني انت عندك اتجاه عقلي يعني عالك شغال. خلي بالك. واتجاه يعني هناخد الاتجاهات فيما بعد بالتفصيل في علم النفس. اتجاه عقلي. يمكن الفرد من ادراك ذاته. يعني انت فاهم نفسك. والبيئة المحيطة حواليه. تخيل واحد فاهم نفسه وفاهم اللي حواليه. خلي بالي يبقى هنا الوعي لا يكتصر على ظروفك ومصالحك وفهمك لذاتك بس. ده انا بحاول افهم ما يحيط حوالي من علاقات اجتماعية واخرين. اه في واحد يقولك انا انا عارف ايه مصلحتي وعارف اهدافي ازاي وعارف اشتغل ازاي وعارف هنجح ازاي. ده اسمه وعي. وعارف ازاي اتعامل مع الناس وازاي اخد اهدافي وازاي اتواصل مع الاخرين وازاي حقالهم مصالحهم ومصالحي. يبقى ده برضو وعي تاني. ومن التحريف ده استاذ ايمان عايزين نتطلع منه حاجة. انواع الوعي. هل الوعي نوع واحدة استاذ ايمان. استاذ امن حادق تفضلت وتكلمت عن الوعي. تمام. وبنقول انسان واعي يعني انسان مدرك. فاهم. بس فاهم ايه. انا ممكن فاهم مصالح الشخصية بس. انا عارف انا عايز ايه. مسلا عايز فلوس. ازاي. مش ازاي ده بقى مش بتاعت حد. انا فاهم. طيب. هل هنا ده يعتبر انسان عنده وعي. علم الاجتماع. لما بيتكلم عن الوعي بيتكلم عن الوعي من ناحية الاجتماعية. بيتكلم عن الوعي الاجتماعي. يعني انسان مدرك. المجتمع. مشاكله. وكيف تحل تلك المشكلات. لكن مش فاهم ذاتي بس. حاجة سؤالك سؤال. بتقول حضرتك دلوقتي هل الوعي نوع واحد. الوعي نوعين. فيه انسان واعي بمصالحه الشخصية. وفاهم هو عايز ايه وميقوله ايه. لكن هل بقى الوعي بتاعك ده يتطفق مع مصلحة المجتمع ولا لا. هنا بقى نصل للنوع التاني من الوعي. هو الوعي بمصالح المجتمع او بنسميه عندنا في منهجنا الوعي الاجتماعي او الجماعي او الجماهيري. بمعنى ان الانسان فاهم مصلحه وده شيء مضلوط مطلوب طبعا. استحالة انسان يبقى فاهم المجتمع ومشان مصلح هو شخصيا ايه. استحالة طبعا. لازم الاول يدرك انا مصلح ايه. انفعالاتي ايه. انا عايز ايه. ايه ده وفعي. ثم بالتالي كمان انا فاهم المجتمع ومصلحه ايه. وده حتة السستامر مهمة جدا. نارض متكلم عن الوعي. مش عايزين الناس تبقى كلها عندها الانانية. انا فاهم انا عايز ايه. لكن المجتمع لا. انا عندي السلبية ولا مبلاء. اصبح انسان مش واعي. اصبح انسان مغترب منعزل? لا. لازم يوجد المجتمع به وعيا فرديا اولا كل واحد فاهمه عايز ايه. سبب التالي يبدأ بقى الشخص يتخطى فهمه لذاته ومصلحه الشخصية الى مصلحة جماعته اللي بينتمي اليه. الاسرة بالنسبة لي جماعتي. المدرسة النادي المجتمع كله المجتمع بتاعي مصر دي كلها عبارة عن مجتمع كبير. لازم انتمي اليه. يبقى ان لازم يكون فاهم ايه? الاول مصالح ثم مصالح المجتمع. يبقى الوعي عندنا نوعين وعي فردي او وعي جماعي او جماهيري او اجتماعي. تمام.MER. تمام. اذا يبقى الوعي نوعي الاستاذ ايمان من خلال الوعي الاجتماعي الوعي نوعين وعي فردي يعبر عن فرض معين يعبر او يدرك ظروفه ومصالحه الخاصة. انا عارف مصالحه وعارف ازاي ينجح ازاي هيها اهدافي. وهناك وعي اخر اسمه جماعي او وجمهيري. يبقى جماعي او جمهيري. والاتنين دول يدرجوا تحت الوعي الاجتماعي. الجماعة والجمهيري ده وعي. يتجاوز ظروفك ومصالحك الخاصة. وتصل لمعرفة مصلحة الجماعة والمجتمع ككل. زي ما حالك قلت. انا مش عادي رعف مصلحتي بس. ده انا باوصل لمصلحة كل ما يحيط حوالي. اثري واصدقائي ومدرسي وبلدي. يبقى انت كده وصلت المرحلة اخرى من الوعي ارقى منه. والوعي الجماعة والجمهيري ده استاذ ايمان. العلماء يقوله مؤشر. مؤشر يعني علامة. يدل على مدى تقدم المجتمع او تخلف. يعني لو حالك لقيت ناس كتيرة او في المجتمع عندها وعي جماعي. يبقى المجتمع ده متقدم لانه بصين على مصالح بعض. طب عندنا وعي جماعي مش موجود. كل واحد بصل مصلحته او الانية والفرير اللي حالك قلت عليها. يبقى المجتمع ده هيتخلف. اه هو اللي بخلي الدول متقدمة متقدمة. هل ما عندهمش اه ناس مخاربين? هل ما عندهمش ناس اه صارقين? هل ما عندهمش ناس مدمنين? عندهم الكلام ده. ولكن نسبة الناس الكويسة اعلى. اللي عندها وعي جماعي بقى اعلى. نسبة العلماء اعلى. عارفين مصالح بعض. الناس بتوع السين. يعني لسه كان عندنا تفهيات قريبة من السين. وكان عندنا برنامج هنا بردو في في القناة عن اللغة السينية. تخيل السيني قولك في ناس كتير اغنية يقولك انا هروح الشغل بعجلة. ده ايه ده? معا امكانيات يجيب بعربية وعنده عربية. بس يقولك المرور يوقف لو كلنا مشينا بعربيات. تعدات السين عدة. غير كده مش عايزين نلووس البيئة. اعتبارها رياضة. انت هنا لو. انت انت عندهم واعي. انت لو مديره صحيح بعجلة انا ممكن اتاري عليك. يبقى ما عنديش واعي. لو مدير شركة رايح بعجلة ولا رايح بحاجة بسيطة وادوات بسيطة ممكن نتاري عليه. لأ انت لازم يبقى عندك وعي بقى شباب. الوعي الجماعي والجمهيري اعرف ان مجتمعك هيتقدم بسبب ده. ده من عنوين او من مؤشرات تقدم اي مجتمع. لو سيستامر انا عندي ممكن يكون معايا حاجة صغيرة في ايدي انا بس تصغرها. لو ريوتو في الشارع قولي يعني مجدش على دي حتوسخ الشارع مسلا. تخليه غير مظيف. هنا بقى غياب الوعي. ما هصل انا قلت الحاجة الصغيرة مش هتوسخ الشارع. وغيري قال الحاجة اللي ممكن باشربها ورميتها مش هتوسخ. ايه اللي تكون في الشارع ده? مني ومنها ومن غيري ومن غيري. لكن لو كل قال دي اللي هتقدي الى مجتمع غير نظيف. وغيري قال. وغيري قالت. هتلاقي المجتمع كل اصبح نظيف. من ايه? من وعيي. انا مش لوحدي. والغالبية كده. يبقى ده اسمه ايه? ده اسم وعي اجتماعي. يبقى كل حاجة بيستظهر حقيقة. او كل انسان بيستظهر شيء. لم تتظهروش. ده خليه كبير. المجتمع الغربي بيقول ايه? كل فرد يقولك انا المجتمع. لو انا كويس يصبح المجتمع كويس. بيبص لنفسك انه هو المجتمع باكمله. لو انا في سلبية يصبح المجتمع كله سلبيات. طبعا مش شخص اللي بيقوله اسمه. ده شخص واثنين وثلاثة والغالبية بتقول كده. ازاك بقول ايه? المجتمع الغربي مجتمع متقدم. المجتمع المصري. هل بعيد عن التقدم ده? هل ماستطيعش تقدم بشكل ده? يستطيع. نبعد اهم حاجة عن السلبية. ولا مبالاة والانانية. طب ده شيء صعب? لا مش صعب. سستمر حقر النفس انا كمجتمع الان باوروبا قبل التقدم. احنا الان بنسبة اوروبا قبل التقدم بتاعها احنا الان متقدمين جدا جدا. بالنسبة الاوروبا قبل عصر التقدم. طب هم عملوا ايه? وضعوا قصص ومشوا عليها. مين مشي? غالبية اوليش الكل. غالبية المجتمع مشي. اصبحت ايه? اوروبا الحديثة. هل احنا هنا ما نقدرش نعمل كده? عندنا اميكانيات وعندنا العقول بس هم حاجة ايه? كل واحد يقول انا المجتمع. المجتمع هيبقى كويس بي انا. ستاهم انا هقول. وانا هقول. وده وده هيتطلقى المجتمع كله بقى كويس. ونخلي عمر يقول طيب. ماشي وماشي. ازاك عمر? ازاي حضرتك يا مستة. ازاك يا عمر عامل ايه? مشرفنا من ايه انا عمر? ربنا اخليك يا مستة. عندك اسفصار اتفضل. كان عندي اسئلة. اتفضل يا عمر. اه بين السواب والخطأ مع انت عليه. ماشي. اه هم كانوا اسئلة سنوية عامة. اتفضل. يتسم التفكير التصوري. يتسم التفكير ليه? التصوري. التصوري. بالنطق في مرحلة الطفولة المبكرة. الطفولة. المبكرة. تاني سؤال يتسم التفكير التصوري للنطق. اه بالنطق. بالنطق. اه في مرحلة الطفولة المبكرة. تمام. تصوري تاني. اتفضل اهم. العلاقة بين طفل الرابعة. وامة هي التي تدفع نموه الاجتماعي قدما او تأخرا. هي ايه? التي. تدفع. هي التي تدفع نموه الاجتماعي. قدما. ماشي. او تأخرا. اتفضل اهم. اه كان فيه سؤال تاني معلش. اتفضل. اه للبيئة تأثير مباشر وغير مباشر على النمو والارتقاء الانساني. دلل على ذلك بالامثلة. في حاجة تاني عمر? لا شكرا لحضرتك. طيب بص يا عمر. يتسم التفكير التصوري بالنطق في مرحلة الطفولة المبكرة. انت انت مذكر عمر ولا مش مذكر. يمكن انتصال قطع بي اسمعنا. طب اسمعنا بقى يا عمر. التفكير التصوري بالنطق. هل الانسان في مرحلة طفولة مبكرة النضج يا سيد ايمن? النطق العقلي. هنا طبعا بنقول لسه في مرحلة النطق. يبقى العبارة خاطئة. تمام. يبقى اول عبارة العبارة يا عمر خاطئة. ليه? لان انا بتكلم على التفكير التصوري هو الرجل اه اه التفكير في السن ده يا عمر في الطفولة المبكرة. تفكير يعتمد على المحسوسات. بنقول عليه مادي حسي. فهشرح الجانب العقل يا عمر. بيعتمد على الشيء المحسوس. بيعتمد على اشياء المادية. ما عندهش تفكير خيالي. عشان كده بيبقى عنده لسه قصور في الناحية العقلية. ما وصلش للنطق الكامل زي المراحل التي تليها. طيب والتخيل عنده تخيل بصري. يبدأ من الواقع ثم يضيف قليل معنا. طيب. السؤال التاني يا عمر. العلاقة بين الطفل الرابعة. طفل الرابعة يعني نتكلم عن الطفولة المبكرة. الطفل الرابعة يعني طفولة مبكرة. ومو هي اساس تدفعه للنمو الاجتماعي وتأخره. طب ما احنا مش مختلفين اصلا زي من الامة اللي هي دور اساسي منذ التكوير. طبعا. ازا يبقى ممكن من خلال تعاملاته في الاسرة بتأثر عن النطق الاجتماعي. مش احنا قلنا بيقلد الكبار في المرحلة ديت. طبعا. بيقلدهم في مشاعرهم. بيقلدهم في سلوكياتهم. ازا يبقى ممكن ان نضج الاجتماعي اشتح الجانب الاجتماعي في الطفولة عمر المبكرة. بيأثر تأثير كبير يا ساس ايمن. لان بيبدأ يقلد الكبار ويتكمص مشاعرهم ودورهم وسلوكياتهم. طبعا. دي النقطة ايه. النقطة الاخيرة والسؤال الاخيرة يا عمر. للبيئة تأثير مباشر وغير مباشر عن نمو الارتقاء الانساني. طب ما احنا قلنا البيئة هي المجموعة الكل للمثيرات التي تحيط بالفرد منذ تكوينه في رحم الام وحتى البيئة الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها حتى الوفاة. طب هيقول لي ده اللي البيئة امثلة. عندي بيئة رحمية استاذ ايمن. عندي بيئة طبيعية. طبعا كل واحدة اقول له بتأثر فيها. عندي بيئة اجتمعية وعندي بيئة نفسية. منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر. اشرح البيئة اللي هي العامل اللي بيأثر من العوامل النمو الارتقاء الانساني. طبعا. نشكرك يا عمر على المشاركة ويا ريت نكون وصلنا لك المعلومة. طيب نرجع استاذ ايمن. طبعا عايز ادي حاجة استاذ ايمن تسويل كده. ايه رأيك في الست الذي تنظف شايتها? يعني بتنظب بيتها قوي وترمي الزبالة من وراء العمارة او وراء البيت. ايه رأيك؟ هوي يا سستامر. ده عندها وعي يوم عندها شوعي ايه. اه سستامر الموقف ده انا مريت دي مع بعض الافراد الاجانب. واحدة سكنة في منطقة. ما شاول المنطقة اسمها ايه? بتقول لي منطقة راكية. هي بتقول لي كده. سكنة منطقة راكية. طول انا بصيت المنور بتاع العمارة لقيت كمية شنط زبالة. منظر صعب اوي. اتلم مال بقى المنطقة عندكو اللي بتقول عليها غير متحضرة شكلها ايه? اللي هي مشواكي اوي يعني. اه. فطبعا بتقول لي هي بقى ايه? طول انا اتعلمت. ما معلمتني طبعا ده منتشر. مش هالني الوحيدة. اللي ما بقى باكل ملبسة او شوكولتاية. الورقة افضل مسكاها في ادية. اقرب بس كترميه فيه. ملاقيتش افضل مسكاها لغاية لما اوصل البيت. ده نمط حياة. طبعا ده مش نمط الاستاذة دي بس اللي بتقول كده. لا. ده اصبح منتشر كده. لو انا بقى حافطارد معاك ان كل واحد بص بالمنظور ده. ان انا بيتي بقى نظفه. وبقى امسك الشنطة دي برميها في الشارع. ده غياب وعي تام. ليه? الشارع اللي انا نردت دي الشنطة دي عد الزبالة دي او الكاظرات دي طب ما انا حامش فيه. او الدبان او النموس اللي حيبدأ يستهيد من تلك الكاظرات حيطلع لي فوق شقتي. فين الوعي هنا? ده اسمه غياب وعي. وطبعا ده منتشر بشكل كبير. والحمد لله بدأ ينتشر الشيء اللي جاب منه. في ناس بقى بتقول للناس الاخرين ما ينفعش كده. الشرق زبالة قدام البيوت دي ما ينفعش. قدام الشرق ما تنفعش. لازم يكون عندنا شكل تحضوري. الحمد لله في خطوات ايجابية في المنظور ده. ولكن عايزين اكتر من كده. مش عايزين المنظر بتاعنا النظفة من الايمان. اللي بيجي من برة بيلقط الحاجات الصغيرة اللي مرميها في الشوارع دي. بيقولك ده البيئة نظيفة او البيئة غير نظيفة. ده بيضل على ايه? لاما وجود واعي او غياب الواعي. طيب. نخش على النقطة مهمة ولب وقلب الموضوع يا سيد ايمن اللي هي مصادر تشكيل الوعي الاجتماعي. اه انت بتقول عايزين افراد يبقى عندهم واعي وقلنا في وعي فردي ووعي جماعة او جماهيري. طب ازاي نجيب لهم الوعي. هو مش هيتولد واعي مرة واحدة. ايوا. بالتأكيد في مصادر او اساليب بتساعدنا اللي احنا نشكل واعي الافراد. نعم. عندنا مصادر اساسية اربعة سيد ايمن. التعليم. وسائل الاعلام. المنظمات السياسية والمهنية. التذكيف الزاتي. طبعا هنتناولهم بالشرح بالتفصيل بس في مقدمة اليوم بعد ازاي. ازا نبقى تشكيل الوعي او مصادر ليست مسئولية مؤسسة واحدة بعينها مسئولة عن مصادر تشكيل الوعي. او هتقول لي بس التعليم بس هو اللي بيأثر. الاسرة بس. او الا او الاعلام بس. او المنظمات بس. لا اقول لك لا. دي كلها بتتضافر وتكمل بعضها عشان نوعي الناس. تشكيل الوعي بيتم من خلال مصادر متعددة. منها رسمية ومنها غير رسمية. رسمية يعني لازم اعرفك كزا وكزا. غير رسمية انت ممكن تتعلم من غير مأمورك. تمام. ويستمر طوال الحياة. يعني طول العمر انت ممكن تتعلم. رغم ان هي متعددة المصادر ديها سيد ايمان. الا انها مسئولية. لها مسئولية مباشرة في تشكيل الوعي الافراد. كلها مسئولة. يعني كلها بتأثر عليك تأثير قوي. يعني بالبلد كلها مهمة. كلها لها دور فعال في تشكيل الوعي الافراد. يا مدرش اقول ان هناك مصدر واحد بس لتشكيل الوعي. لابد يقول لك مصادر كاسية. متعددة. طبعا اهم المصادر دي الاربعة اللي عندنا في كتاب المدرسة قد يكون في غيرهم بس دول اهم الاربعة. واحد التعليم. هل التعليم يا استاذ ايمان مهمة اوي 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 في مصادر تشكيل الوعي? طبعا التعليم بنقول ان هو مصدر اساسي في تشكيل الوعي. ظهر قدامنا على الشاشة يعد التعليم من اهم مصادر تشكيل الوعي الاجتماعي. لدى افراد المجتمع. ليه? قالك بتساعد المؤسسات التعليمية الافراد على ادراك واقعهم مشكلات مجتمعهم. من خلال ما تقدمه من معارف ومعلومات وانشطة. الشخص المتعلم يكون اكثر وعيا من الشخص غير المتعلم. ليه? لانه اقدر على الاستجابة لمتغيرات الواقع وتغيره وتطويره. انتشار الامية بيؤدي الى غياب الوعي ويقف وراء الكثير من المشكلات الاجتماعية. كلام ده احنا قرناه قدامنا على الشاشة. طب شارحه استاذ تامر بقى ايه? نخلي بالنا. التعليم مصدر اساسي في تشكيل الوعي. درش يقول المتعلم زي غير المتعلم. واحد يقول له استاذ امر بقى استان اعرف والله في ناس غير متعلمة وعندها وعي. هنقول له خلي بالك. وفي ناس غير متعلمة وفي ناس متعلمة عنداش وعي. الموضوع بنقول ايه? ان الاكثرية ايه? كل ما الانسان ازداد تعلما كل ما كان اكثر وعيا. لكن في ناس مش متعلمة ما شاء الله عندها الوعي ده موجود. الاضافة عندها موجود. بياخد اساليب مشروعة في انجاز مهامه. والوظائف بتاعته. الانسان المتعلم قد يكون احيانا ما عندوش وعي. وعي بمصالحه الشخصية. لكن بنقول ايه? القاعدة الاساسية ايه? ان التعليم يعتبر اهم مصادر تشكيل الوعي. وعلى فكرة التعليم يشتصد بيه بس المدارس. لا. ده التعليم في البوت كمان. لو التنشاء الاجتماعية من قبل ما نروح المدرسة يبقى التعليم مهم في انتشار الوعي. عكسه بقى استمر ايه? الامية. الامية العدو واللدود لاي تقدم في المجتمع. ليه? الامية معناها انسان جاهل. طب الجاهل هنا معناه او الجاهل. مش متعلم الفه به? قالك لا. ده الجاهل هنا جاهل اجتماعي. هو جاهل بمصالح ومشاكل مجتمعه. يبقى عند التعليم بالفعل يعتبر اهم مصادر تشكيل الوعي. ولا يعتبر هو الوحيد في تشكيل الوعي الاجتماعي. تمام. فعشان كده معظم مشاكل المجتمع استاذ ايمن بسبب الجهلة. او الاكثر الجهالة. لان مش عارف ومش فاهم. مش عارف مصلحته. اه لا مش هعمل. لا انا مش هشارك. لا انا مش هساعدكو. لان هو بصص على مصلحته فقط. لكن التعليم بيقدم لك معارف ومعلومات. عشان كده كلما التعليم يزيد كلما لو عايز يزيد. بالزبط. يعني واحد خارجي ابتدية. غير واحد خارجي اعتادية. غير واحد خارج سنوي. غير واحد خارج جامعة. غير واحد عمل دراسات عليا وكمة. كلما التعليم بيزيد. لانك بتكتسب معارف اكتر ومعلومات اكتر. وبتمارس انشطة اكتر. فبتاخد حاجات اكتر عن نفسك وعن مجتمعك وبيئة. بالزبط. وكلما التعليم بيزيد اكتر ناس قدر تغير المجتمع والتوره هما مين? المتعلمون او الاكثر تعليما. طيب. اتنين يا اوستاذ ايمن مهم اوي. وسائل الاعلام. برضو وسائل الاعلام من اهم واخطر مصادر من تشكيل الوعي. مهمة برضو او يا جماعة. الاعلام. والاعلام بنتكلم بيه بجميع انواعه. مسموع. مقروء او مرئي. يعني قد تكون ازاعة او راديو. قد يكون صحف ومجلات. قد يكون تلفزيون ونت وكمبيوتر. اذا يبقى. دي كلها اسمها اعلام. الوسائل اعلام دي المختلفة اوستاذ ايمن بتتماز بكزة عنصر بيخليها مهمة. اول الحاجة امكانيات فنية عالية. تستخدم امكانيات ترهيبة. اه تصويرية وفنية واقناعية وموسيقية وبصرية. القدرة على التشوق والاقناع. بيدي لك الحاجة بشكل مشوق. يعني قل للطالب قعد يسمع مدارس ساعتين ثلاثة او اتفرج على فيلم ساعتين ثلاثة. يزق من المدارس لك مش هيزق من الفيلم. تمام. لان غزبا عن الفيلم. غزبا عنه برضو. الفيلم عنده حتة مشوقة واقناع. بيدي لك قبل البرنامج وقبل الفيلم وقبل المتش اعلانات تشوق للحاجة اللي هو هيعرضها لك. تمام. طيب. ام. الشعبية الكبيرة او الجماهيرية العملاقة. اه مين يتابعوا ناس اكتر? رغم ان حراك قلت التعليم مهمة يا ساز ايمن مش مختلفين مع بعض. ام. ولكن مين اللي بيتابعوا ناس اكتر? التعليم ولا الاعلام? الاعلام. الاعلام. ام. تعالي بوصر حراك كده مسلا. عندك اسرة سبع افراد. خمسة متعلمين واتنين ما كملوش تعلمهم. او تعلمهم ضعيفة. بس ممكن تلاقي السبع قاعدين بليل قدام تلفزيون. او قدام برنامج او قدام فيلم. اذا فكروا صلوهم هم السبع. شوفت بقى الاعلام وسل لناس اكتر. عشان كده الاعلام يا جماعة. نتمنى الاعلامين برضو يسمعونا. طبعا في ناس افاضل ومحترمين طبعا. نتمنى البرامج اللي بيعملوها. نتمنى الافلام. نتمنى التمثليات. احنا مش ضد التمثليات ولا ضد الافلام ولا ضد البرامج. ولكن احنا نفسنا تفيدنا بحاجة. ما يجريش واحد بيقول لي احنا عاملين فيلم لايت كده ولا اضحك كاركر كده ومش لا. طب هو عيب لما اضحك واسفيد. نجيب الرحاني. ممكن اسماعيل ياسين. الناس بتوعزمان دولة ما كانوا بيعملوا افلام كومودي. ممكن يسخر من الواقع بس بطريقة محترمة. ما بيسوقش الواقع. وعايز يوصلك رسالة. ما اعد ضحك برنا. هو عيب لما ادي الشباب اه يعني ميزة. عيب لما ادي له معلومة في فيلم. عيب لما اقول له دوت لما بيمشي غلط نهايته غلط وده لما بيمشي صح يبقى نهايته صح. واجبها له بشكل مشوق. احنا عندنا ما شاء الله يعني فنانين وعندنا ناس مخرجين وعندنا ناس بيكتبوا قصص قذر ان هي توصل الكلام ده. اه الاعلام بيحرك الناس. فنتمنى ان الناس تتحرك للاجابية وليست للسلبية. لانه عنصر خطير. انت عارف ان بعض الافلام الاجنبية اتمنعك لخطورتها على الاطفال. اه. يعني الافلام وممكن يبقى فيلم بيتعرض عندنا استاذ ايمان فيلم اجنبي الامريكا منعوه عشان ما يسيبش مشاكل الاطفال. لان الطفل بيقلد اللي في الفيلم. ممكن ينتحر ممكن يموت ممكن ينط من البلكونة زي افلام بقى سوبرمان والكلام ده. ايو ايو. طب ما انت ليه? الناس منعتها عشان اطفالها. لان عارفين ان الاعلام بيأثر على وعيهم. انت ليه ما تمنعاش على اطفالها? ليه ما تقدمهمش الحاجة اللي تفيدهم? مش ضد علي حاجة. فين البرارة? يعني لسه شايفين اعلان قبل ما ما نيجي يا استاذ ايمان. ودي دعوة للقناة بتاعتنا بصراح. لان شايفها كويسة. جزور العلم. جزور العلم برنامج بيجي. بيجي يوم يعني بيفكرني بالعلم والايمان بتاع الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. ليه ما استفدش وفدي الناس من خلال برنامج? من خلال معلومة? من خلال سلوك? من خلال نشاط? الاعلام مهم? عليه دور كبير? نتمنى الاعلاميين يلاحظوا الحتة دي. يعني لازم يكون هنا بنقول دور ايجابي للاعلام. سوى بقى المرء او المكتوب او المسموع. تمام. بزبط. السلام عليكم. طب بنستأذنك سلام عليكم. سلام عليكم. سيد محمود. استاذي فستامر. ازاك يا سيد محمود? ازاك استامر اخبارك يا فندم. وحشني والله اوي. ربي ايجابيك لك فيه. ازاي صحتك? واهل اينا عاملين ايه? الله عزك يا استاذي. في عطرة يا رب تكون فاكرني بس. لا طبعا مع عمر ما نساك يا محمود. اه. اول ما لي محمود من اينا فتكرت? انا. انا فندم بس بتصر عشان اقول شكرا جزيلا لحضرتك وعشان اقول لحضرتك بارك الله فيك استاذنا وقدوتنا ونتعلم دائما يا فندم حضرتك والله. والله ربنا يزيدك يعني احنا اقل الناس يا محمود والله يعني وفيه ناس افضل مننا كتير وانت يا جماعة احنا احنا كلنا اخوات. بنتعلم من بعض وبنتستفيد من بعض. احنا اقل الناس بس يمكن ربنا كرمه. انا بس يا فندم حضرتك بقى اخش واقل مع حضرتك بس عشان اقول شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شرف لي يا محمود والله الله أزك يا أستاذي بتعلم دايما من حراتك كلنا بنتعلم من بعد محمود الحمد واللي فضل علينا الله أزك الله أزك يا أستاذي شكرا على تصالك يا محمود ربنا بارك فيك شكرا وعليكم بالصلاة شكرا يا محمود المحبة في الله دي أحسن حاجة عندنا نتمنى أن نبقى عند حسن نظن الناس ونتعلم من بعد الحمد للأرض فإحنا بنقول التعليم والإعلان الاثنين أخطر من بعض نتمنى نفوق الحتة دي لأن احنا عندنا أجيال محتاجين الشكل وعيوب طيب فيه عنصر تالت مهمة يا أستاذ أيمن ألا وهو المنظمات السياسية والمهنية منظمات السياسية والمهنية هل ليها دور على التشكيل وعي يا أستاذ أيمن طبعا هنا بنقول بالإضافة للتعليم سؤال الإعلام عندي منظمات بقى مهنية وسياسية طيب قدام نظار على الشاشة بنقول تلعب المنظمات المهنية كالنقابات والسياسية كالأحزاب دورا هاما في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى أعضاءها من خلال أول حاجة ما تتبناه من أفكار وما تعلن من برامج وما تقدم من ندوات وأيضا مؤتمرات وما تنشر في الصحف والمجلات النقابية والحزبية هنا سستامر بقى بنقول المنظمات المهنية والسياسية بمعنى معنى التصال صدح السلام عليكم ازاكي مازال؟ مازال من الجيزة ازاكي مازال؟ حاملين ايه؟ الحمد لله الحمد لله انا لو سمحت بس انت عاستقل عن سؤالين أنا مذكر محضر لك الدرس دلوقتي بس كنت فيه سؤالين يعني يعاوس سألهم عليك اتفضلي على الصحة العبارة للوعي مستويات يعني للوعي مستويات تمام مستويات والسؤال الثاني اللي هو التعليم يساهم بشكل غير مباشر في تشكيل الوعي الاجتماعية يعني يستحولت برض انا بروح المدرسة بتعلم باخد المادة الفلانية الموضوع الفلاني الدرس الفلاني بمعلومة فلانية ده مباشر صح؟ يبقى لجيبه خطأ. تمام. اه هو بيقول لا انت السؤال التاني مش عبارة خطأ وصح انت قلت استعين بمثال غير مباشر صح؟ لا التعليم يساهم بشكل غير مباشر. التعليم? اه. اه التعليم يساهم بشكل غير مباشر? لا العبارة خطأ. التعليم انا رايح هتعلم بقصد واشرح نقطة التعليم. تمام. طيب اما السؤال التانية هنشرحولك دلوقتي بممكن ننوع عليها السؤال ايمن? اه. للوعي المستوات. هل وعي انت لك اخواتي ما زال اصغر منك? اه اخوي. طيب سنة كام? اه وله سنوة. وله سنوة. هل وعيك زي وعيه? لا طبعا. من اكتر? يعني انا اكيد. اه ما تقوليش هو اه? لا. طيب تمام. طب بابا يعني معاه شهادة عليا? اه لا عادي. طيب ليك حد معاه شهادة عليا لسانسة او مجلسير او دكتوراه? اه. لو انت تعرفي. عميك. وعيه زي وعيك ولا هو افضل? لا هو افضل اكيد. ليه? تعليم. طب التعليم وايه? يبقى كده هل الوعي درجة ومستوى واحد ولا درجاته مستويات? لا درجاته مستويات. يبقى كلما التعليم بيزيد اصد ايمن. وكلما المكانة بتزيد. طب هل وعي هي? زي استاذ الجامعة? اه لا. طب هل وعي زي بيبقى الوزير او الرئيس او المسئولين الكبر? لا. هتلاقي كلما المكانة والتعليم والتسكيف زاد هتلاقي الوعي معها? زيد. زاد. ودي مبودة في نقطة التسكيف اللي هي النقطة رقم اربعة ما زال. اي طب امري بسألتني? شكرا جدا يا سيد. شكرا. شكرا على التصال. او استاذ تمر وقفنا بقى عند الموضوعات السياسية والمهنية. فضل. هنا بنقول ان هناك نقابات. هناك احزاب. المفترض برضو عليها عاهل انها تعمل ايه? تنشر الوعي الاجتماعي. انا ممكن تتعمل لي مسلا حزب ما مؤتمر. بينبي وبيوضح للناس مشاكل اجتماعية. وازبابها وعلاجاتها. ممكن يعمل جريدة. مجلة. عشان ينشر الوعي بين الافراد. الندوات المؤتمرات دي كلها ايه? نشر الوعي بين الناس. النقابات العملية او اي نقابات عام متى? بتعمل ايه? بتنشر الوعي بين افراد او العمال. عشان تقولون خلي بالكم. مشاكلنا كزا سواء في المنظمة اللي احنا موجودين فيه. اذا المنظمات المهنية والسياسية والحزبية ده عليها عائل كبير جدا في نشر الوعي الاجتماعي. اذا ما خدنا التعليم وخدنا وسائل اعلام قمنا منظمات المهنية والسياسية. يعني ممكن اقول برضو في المنظمات يا استاذ ايمن. يعني المنظمات لها دور في اعضاءها. اه طبعا قلنا المنظمات السياسية زي الاحزاب. تمام. المنظمات المهنية زي النقابة. نقابات لطباء المهندسين المعلمين. طيب. متى تبنها من افكار? مش بالتأكيد ان الحزب ده او النقابة ده عنده افكار. اكيد طبعا. عايز يتبقها. مفروض يوصلها للاعضاء على الاقل بتوعهم. والاعضاء بيوصلوها الى اتباحهم واصحابهم. طيب. مش عنده برامج هو ماشي عليها. طبعا. انا عايز اعمل ايه والبرنامج بتاعي وبيحط خطة لنفسه عايز يوصل اليها. طبعا كلها بتبع حاجات ايجابية. طيب. مش لازم بيعمل ندواته مؤتمرات. طبعا. مؤتمر وندوة عشنا واعيك بحاجة معينة. طيب. ممكن ينشئ الصحف ومجلات عشان يعبر فيها عن افكاره. طبعا. طيب. اه ناخد ايه طيب. السلام عليكم. ازاك ايه? عليكم السلام. ازاك ايه? اتفضلي معاك. ايه من اسوار. اه سؤال اه صحة وغلط. اتفضلي ايه? اه يرتبط بتبدي القيام بعد الاسوار الاجابية في المستعمل. ممكن السؤال تاني ايه وبالراحة شوان معلش? يرتبط? يرتبط بتبدي القيام بعد الاثار ايجابية في مجتمع. بعد ايه? يرتبط بتابد القيم بعد الاثار ايجابية في المجتمع. الاثار الاجابية في المجتمع. طيب معلش اتاها درioè بس اقيف حاجة واحدة. ان السؤال بتاعك دوت لسه قدامنا علي شوية. ولا سؤ tendency è nijaha obi. هنالسه خالة بان هنرء ي Tagesيب ان نهارد من موضوع الوعي الاجتماعي. السؤال ان ده هناخد ان شاء الله الموضوع اللي بعد الوعي الاجتماعي. يعني ان شاء الله النهاردة وممكن الحلقات القادمة بتاعها في الاجتماع بتاعتها. عشان بس ايه? نعنى زمييننا بيتابعونا. ما شاء الله ايه متقدمة ايه في المزاكرة بتاعيتها فاخذ التبادل القيم. النهاردة موضوعنا الوعي الاجتماعي. خاصة ايه? تمام. طيب في سؤال تانية ايه? لا شكرا. طيب مش شكرا على تصارك ايه. طبعا بس برضو عشان ننوي ايه مشكلة التبادل القيم ايه قد يكون لها ايه اثار سلبية. فعشان كده مش هنخلي الايجابيات لتبادل القيم. القيم لما بتتبدل في الغالب بتتبدل من الافضل الى الاسوأ. وده اللي عندنا في كتاب المدرسة. قد يكون فيه قيم ايجابية بتتبدل ولكن احنا مع القاعدة العامة في الغالب بتتبقى للايه? للاسوأ. للاسوأ. بس هنجاوبك على سؤال ده بالتفصيل في حلقة التبادل ايه? بالضبط. ولو الحين النهاردة ان شاء الله ايه. ان شاء الله. طيب. يبقى احنا كده اخدنا المنظمات المهنية والسياسية. رقم اربعة عشان مازال برضو كانت بتسأل فيه. مم. التسكيف الزياتي يا سيد ايمن? احنا عندنا تسكيف الزياتي. احنا قلنا فيه تعليم. فيه وسائل اعلام. فيه منظمات سياسية ومهنية. وفيه حاجة اسمها التسكيف الزياتي. يعني لساني استمر هنا مش قاعد بقى سلبي. مستنى حد يثقفه. مش مستنى حد يوعيه. لأ هو كمان هو يحاول يوعي نفسه. تمام. كده بنقول تعتبر ركنا اساسيا من مصادر تشكيل وعي. عارف انت لما حارب بيبقى عندك قد اربع حيطان. تمام. فيها كم ركن? اربع ارقان. كل ركن على فكرة واحد من الاربع اللي احنا اخدناهم. مم. ده زاوية التعليم. زاوية التانية الاعلام. التالتة التسكيف او التالتة المنظمات والربعة التسكيف الزياتي. يعني كله يكمل بعض عشان في الاخر يبقى فيه وعي اجتماع موجود في المجتمع. اذا يبقى كل ما الانسان ما يستنىش بقى ما يقبله من المؤسسات فقط. لازم يبقى عليه مجهود ان هو على كثرة الكراءة والبحث والاطلاع. يوعي نفسه بنفسه. اقرى كتير. اقرى اكتر. وعيك يزيد اكتر. وزي ما قلنا. الوعي مساواة ودرجات. فوعي اساس الجامعة يختلف عن وعي الطالب. ووعي المسئولين يختلف عن وعي الرجل العادي. عشان كده كل ما التسكيف يزيد كل ما الوعي معها بيزيد. اه ودي حتة يا استاذ ايمان دعوة للطلبة. اقرأ اكتر. اه ابحث اكتر. اطلع اكتر. اعمل ابحث اكتر. وخلي بالك كل ما تقرأ اكتر يبقى عندك وعي عن الناس العادية. لان ممكن يبقى التعليم متساوي. ولكن التسكيف هو اللي هيفرق وعيك عن واحد عادي. عشان كده اللي بنقول عليهم المثقفين اكثر وعيا. لانه اروا فيهم حاجات اكتر يا استاذ ايمن. استمر ده في بعض الناس ما كاملتش تعليمها وعندها التسكيف الذاتي ده موجود. عندها وعي اكتر من ناس من تعليم. بقولش طبعا الكل. بنقول هناك بعض الافراد لم ينالوا حظا من التعليم لكن عندهم الوعي بمشاكل المجتمع. تكلموا في اي مجال سياسة اقتصاد رياضة بيكلمك. ليه? ده هو تطلع اكتر او تتقب بنفسه واعتمد على التسكيف الذاتي. ولم يتغلنا بس الى التعليم او غيره من المنظمات الاخرى. نشكرك يا استاذ ايمن. شكرا. نشكر ابنائة الوضع. ونلقاكم في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.